الشباب اللبناني بها الايام عم يحصد اليأس يلي زرعوا اهله براعم خيارات سياسية خاطئة الشباب اللبناني عم بينام على حلم الفيزا ويصحى على كبوس الانهيار الشباب اللبناني ضيع وطنه ببوسة الخيارات الحياتية اما هي فبمهمة البحث عن وطن الوطن هو يلي وشده بدل ما هي تلاقيه توجهنا على وطنه لنتعرف على حياة الانتاج والعمل النجاح الخارج من لدن الخيبة اهلا وسهلا فيكن بجمهورية الطموح اللبناني قررت ارجع على الضيعة تحت عنمان العودة الى الجزور واسست مشروع زراعي بضيعته اسمه الزروع عامل ثورة بقلب هالعالم كونه امرأة دخلت هيدا المجال ومش بس بالمجال زراعي بل بقلب ضيعته هالمشروع زراعي ولكن بيئة كمان بياخدهم بيئته عبر استعماله زراعة عمودية كنية عن بلانترز مصنوعين من الايكو بورد معمولين من اياد تدوير البلاستيك فهالمشروع الصغير مستهرك تقريبا شي 3 طن بلاستيك محولين لبلانترز بزرع فيهم عموديا وبقلب البلانترز فيه كومبوست بزرع بتربة خلطة طبيعية من الكمبوست والتراب والبرباص عم بربح مساحة اكتر كمان بالهوا وعم بحمل بيئة كمان بتوفير الماء حسيت انه الطبيعة هي المطرحة اللي بنتمي لقلو ولانه عنده هيك خنين لضاياتي حبيت انه انا ارجع عضاياتي وتوصل فكرة كتير مهمة يلي هي النزوح العكسي يلي هي من المدن للكرة تبرهن انه حتى كورانا هي ارض خصبة للاستثمار جيسيكا عم تزرع مع الخضرة لكتير من الحب لتحصد نجاح بمواسم القطاف اتبدي افكر بوطن بديل ولقيته بضاياتي تكون جريئة وتدخل بالمجال والعالم يلي هي بتلاقي حالة مرتاحة فيه وتتحدى المجتمع والقيود يتحقق تغيير بمجتمعها ونحن هلأ بيأمس الحاجة لهيك مبادارات برسلة الانثوية في الكتير من الدعم لصبايا لبنان انتوا قوية دائما وابدا بالوقت يلي شباب وصبايا لبنان عم يفتشوا فيه عن وطن بديل جيسيكا لقيت وطن البديل بضيعتها فمن جيسيكا رسالة لكل شاب وصبية بلبنان قبل ما تطلبوا من وطنكم يقدم لكم شي انتوا قدموا لوطنكم اشتركوا في القناة